سوف أدخل الجنة يا ذاكر نايك رغما عنك وعن أنفكم جميعا شاهد رده عليها وتعلم ولكن إذا كنت مسلما لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع فالدل على الخير كفاعله اسمي تانيا وأعمل في شركة سيسكو لست هنا لمعارضة أي شيء لكن كثيرا من الناس وخاصة من المسلمين في الحقيقة المسلمين فقط دائما يقولون بما أنك كاثوليكية فصوف تذهبين إلى جهنم ونحن ندعوك إلى الإسلام لكي تذهبين إلى الجنة أنا أعتبر نفسي كاثوليكية متدينة وأحاول القدر المستطاع أن لا أرتكب المعاصي عن عمد فهل هذا يعني أنني لازلت ذاهبة إلى النار لأنني كاثوليكية وإذا أسلمت سأذهب إلى الجنة الأخت سألت أن كثيرا من أصدقائها المسلمين يقولون بسبب أنك مسيحية كاثوليكية ستذهبين إلى جهنم وهل هو حقيقي أنها ستذهب إلى جهنم لهذا السبب أختي من رأيي لو كنت مسيحية تتبعين تعاليم المسيح بحدافرها سوف تدخلين الجنة إن شاء الله ولكن إن كنت فعلا تتبعين التعاليم الحقيقية للمسيح عليه السلام المسيح عليه السلام قال وتعرفون الحق والحق يحضركم ولكن الآن أنا لا أعلم ما تتبعين الكنيسة أم المسيح عليه السلام إذا كنت تتبعين الكنيسة ففرصة دخولك جهنم كبيرة جدا أما إذا كنت اتبعت المسيح عليه السلام إن شاء الله تدخلين الجنة الآن إذا قرأت الكتاب المقدس بعض الأقوال الخاصة بالمسيح عيسى عليه السلام الآن إذا قرأت الكتاب المقدس لا أعلم مدى معرفتك بالكتاب المقدس كل تلك الأقوال مكتوبة بحروف حمراء أختي هل تؤمنين أن المسيح إله؟ أنا عندي بعض التشويش في هذه النقطة فلما نتحدث في ذلك؟ أنا أسأل نعم أم لا؟ إله مشوش لا ليس مشوش ولكني لا أريد الإجابة على شيء لا أعلمه أنا لا أسألك كما تعلمي لكني أسألك عما تؤمنين أختي نعم أنا أؤمن بأنه إله حسنا أنا لا أسأل عما تعلمي لأنه قد يصعب إثباته أختي دعيني أخبرك بشيء عن الإسلام هو الدين الوحيد غير المسيحي الذي يجعل كل معتنقيه يؤمنون بالمسيح عيسى عليه السلام المسلم لا يكتمل إسلامه إذا لم يؤمن بالمسيح عليه السلام المسلمون يؤمنون أنه واحد من أول العزم من الرسل نحن نؤمن بولادته الإعجازية بدونها وأنه هو المسيح والذي تترجم بشيء نحن نؤمن بأنه يحيي الموت بإذن الله نحن نؤمن أنه يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله المسلم والمسيحي إلى الآن معا ولكن قد يسأل أحدهم أين وجه الإختلاف وجه الإختلاف أختي أن أغلب النصار إن لم يكن كلهم يؤمنون أن المسيح هو الإله العظيم يؤمنون أنه الدع الألوهية في الحقيقة إذا قرأت الكتاب المقدس فإنه لا توجد جملة واحدة صريحة لا توجد واحدة بلا لبس في الكتاب المقدس بكاملة يقول فيها المسيح غيث عليه السلام بنفسه أنا إله أو يعبدوني أختي إذا استطعت أن تؤشرين على جملة واحدة صريحة من أي مكان في الكتاب المقدس يقول فيها المسيح بنفسه أنا إله أو يعبدوني مستعد لأن أكون مسيحيا اليوم في الحقيقة أنا قرأت الكتاب المقدس أنا لا أتكلم عن قبولك للأمر أم لا سآتيك سآتيك في الكلام أنا سآتيك في الكلام لقد حصلت على الإجابة أعطيتك نصف الإجابة فقط لقد أخبرتك لو كنت مسيحية حقا ستدخلين الجنة أنت لا تعلمين المسيحية الصحيحة أنت لا تعلمين المسيحية الصحيحة أنا أعطيتك معلومات عن المسيحية إذا قرأت إنجيل يحن الإصحاح أربعة عشر تمانية وعشرين المسيح عليه السلام يقول أبي أعظم مني يحن إصحح عشر تسعة وعشرين هو أعظم من الكل متى إصحح إثني عشر تمانية وعشرين أنا بروح الله أنا بروح الله أخرج الشياطين لقى إصحح إحدى عشر وعشرين بأصبع الله أخرج الشياطين يحن إصحح خمسة وثلاثين أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا كما أسمع الدين ودينونة عادلة لأنني لا أطلب مشيئة بل مشيئة الأب التي أرسلني أي شخص يقول أنه ليست مشيئتي بل هي مشيئة الإله فهو مسلم وبما أن المسيح عليه السلام أقر بمشيئة الله إذن فهو مسلم لأنه لم يقل أبدا وبوضوح أنه إله دكر في يحنى أربعة عشر أربعة وعشرين والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للأب الذي أرسلني ودكر أيضا في سفر الأعمال الرسل اثنين وعشرين أيها الرجل الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوة وعجاب وآية صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون إذ المسيح هو رجل تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجاب صنعها الإله بيده في وسطكم كما تعلمون فمن الكتاب المقدس نعرف أن المسيح واحد من أحب الرسل إلى الله نحن نحبه ونقدره هل نحن نتبع تعاليمه؟ إذا ما قرنت ما قاله عليه السلام في الكتاب المقدس قلت لكم يوم أمس نحن المسلمون نتبع أغلب تعاليم المسيح عليه السلام بناء على كتاب لقاء فقد تم تطهيره وعليه السلام في اليوم الثامن ونحن المسلمون كلنا مطهرون وأغلب المسيحيين لا المسيح عليه السلام قال في إصحاح متة خمسة سبعة عشر لا تظنني أني جئت لأنقذ النموس أو الأنبياء ما جئت لأنقذ بل لأكمل وكما ذكرت في حديثي أنها مذكورة في صفر الثانية إصحاح أربعة عشر تمانية صفر إشعية إصحاح خمسة وستين اتنين وصفر ألاويين إصحاح إحدى عشر أن لحم الخنزير محرم ونحن المسلمون لا نأكله ولكن أغلب المسيحيين يأكلونه وذكر في الرسالة إلى أهل إصحاح خمسة تمانية عشر وصفر الأمثال إصحاح عشرين واحد لا تشرب الكحول والمسلمون لا يشربون الكحول أما المسيحيون يشربونه فلو كانت المسيحية تعني اتباع تعاليم المسيح عليه السلام فسيكون المسلمون أكثر مسيحية من المسيحيين أنفسهم فإن أصبحت مسيحية حقيقية واتبعت المسيح عليه السلام فالمسيح في كتاب يحن إصحاح ستة عشر سبعة يقول لكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يتيكم المعزى ولكن إن ذهبت أرسله إليكم وأيضا إصحاح يحنى إثنى عشر إلى ستة عشر يقول إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقولها لكم ولكن لا تستطيعون أن تتحملوها الآن وأما متى جاءكم روح الحق فهو يرشدهم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبرهم بأمور آتية اقتباسة نصية من نسخة الملك جيمس الكتاب المقدس فالمسيح عليه السلام تنبأ بقدوم خاتم المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت مسيحية حقا إن كنت بالفعل تؤمنين بعيسى عليه السلام فيجب عليك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إن كنت مسيحية حقا ستؤمنين بمحمد وإن شاء الله سوف تدخلين الجنة أتمنى أن تكون إجابتي كافية ترجمة نانسي قنقر